بعد ساعة على سقوط الطائرة سرت أنباء وجود الطيارين بقبضة السوريين مع أن البيانة الرسمية أن البحث جار مع الجانب التركي وآخر الأخبار أنه تم العثور على حزاء أحد الطيارين بعد أن سقطت الطائرة في الماء دون جاجاتها أما أنقرة فهي تنتظر اعتذار اشتدت حماسة السوريين بعد خبر إسقاط طائرة تركية يوم الجمعة فهم ذاكوا مرارة شقاق أحد طياريهم بطائرة ميك 21 يوم الخميس وهو ما استدعى لأول مرة وصفة ضابط المنشق بالخائن لكن القدر كان معهم 20 ساعة أسقطت الدفاعات الجوية أحدى الطائرات التركية التي دخلت الأجواء السورية لأسباب ما زالت مجهولة أقروا مسألة إسقاط الطائرة التركية بأقل الخسائر الممكنة فالواضح أن أنقرة لا تريد التصعيد بل الحفاظ على ماء وجهها وهي وإن تحدثت عن الاعتذار فالسوريون هم من ينتظرون اعتذارا عن خرق سيادتهم وليس العكس ترجمة نانسي قنقر